بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم جميعاً صباح الخير معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار معالي الدكتور نوري عثمان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق السيدات والسادة الضيوف الكرام مع حفظ الألقاب أسعد الله صباحكم بكل الخير والسرور نشكركم على حضوركم وتكبدكم عناء السفر من كردستان العراق وبقية الدول إلى بلدكم الثاني الأردن الذي يرحب بكم دائماً فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً أما الآن نبدأ افتتاح مؤتمرنا هذا بالسلام الملك الأردني والسلام الملك العراقي وسلام إقليم كردستان العراق موسيقى 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 انطلاقاً مما شهدته الحركة الإعمارية والاستثمارية في إقليم كردستان في العقد الأخير من تطور ملحوظ في المجالات الاستثمارية والإعمار والسياحة والزراعة وفي قطاعي التعليم والصحة والأمن الغذائي وحقوق الإنسان مما دفع بالعديد من الدول العالمية المؤثرة في التفكير الجاد بالاستثمار في هذه المنطقة الجغرافية الهامة والغنية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز واليورانيون ناهيك عن جمال الطبيعة الخلابة الصالحة لأجمل مشاريع سياحية في الشرق الأوسط وقد سارعت الشركات النفطية العالمية منذ التغيير السياسي في العراق عام 2003 للاتفاق مع حكومة إقليم كردستان من أجل الفوز بالعقود الكبيرة فيها واليوم بدأ الإقليم يستعيد عافيته بعد الحالة الاستثنائية التي مر فيها خلال الأعوام الأربعة الماضية وقد آن الأوان اليوم للشركات العربية والعالمية في التفكير الجاد والمسؤول في الاستثمار في الإقليم وذلك للعوامل التالية ضمان حقوق المستثمر من خلال قانون الاستثمار الذي يعتبر من أفضل القوانين العالمية وبالأخص في الشرق الأوسط والذي يعطي المستثمر مساحة كبيرة من الحقوق والحماية والضمانات الموقع الجغرافي المميز الإقليم حيث يربط دولا هامة ببعضها ومساحة من سهولة الحركة بين تلك الدول لضمان وصول المواد والآليات والمعدات سلاسة التعامل مع الشعب الكردي الذي يوصف بالكرم والضيافة والجود وهي تعكس ثقافة الشعوب العربية التي تشعرك بالارتياح والأمان في التعامل الاقتصادي والمالي مع شعوب قريبة الثقافات والعادات والتقاليد وتحت رعاية دولة السيد نيتشرفان بارزاني المحترم رئيس إقليم كردستان العرب نظمت جمعية الصداقة الأردنية الكردستانية وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان مؤتمرا استثماريا ومعرضا تحت عنوان استثمر في المستقبل استثمر في كردستان أقيم هذا المؤتمر في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا في عاصمتها عمان وأتاح هذا المؤتمر للمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك المنجزة في إقليم كردستان والاطلاع على قوانين الاستثمار في الإقليم والشروط والحوافز المشجعة للاستثمار من داخل وخارج الإقليم كما صلت المؤتمر الضوء على مناخ الاستثمار في ظل التشريعات والإجراءات القانونية والاتجاه الاقتصادي جديد لحكومة الإقليم الجديدة كذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات ما من شأنه فتح آفاق واعدة للقطاعات الخاصة والمحلية والإقليمية والدولية وتخلل هذا المؤتمر معرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها على رجال الأعمال المشاركين من كردستان خاصة والعراق عامة وقد حضر هذا المؤتمر مسؤولين من الهيئات وكبار المسؤولين من حكومة إقليم كردستان بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العربية والعالمية من مختلف أنحاء العالم إننا في هذا اليوم نسطر أروع الأمثلة في متانة العلاقات الأخوية بين الأردن وإقليم كردستان العراق التي من شأنها تحفز الاقتصاد وتخلق مناخا آمنا للاستثمار وتبادل الخبرات والشراكات والآن اسمح لنا أن ندعو معالي الدكتور نوري عثمان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق مندوبا عن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السادة قادة الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات المحترمون السيدات والسادة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصعدني ويشرفني نيابة عن دولة رئيس حكومة تقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني وأصالة عن نفسي أن أتواجد اليوم مع حضراتكم في هذا البلد العزيز وأسمحوا لي في هذه المناسبة أن أستهل كلمتي بتوجيه الشكر والتغذير لجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية كما أود أن أشكر حكومة المملكة لاستضافة هذا المؤتمر وأشكر جمعية الصداقة الأردنية الكردستانية وكل من شارك في التنظيم هذا المؤتمر إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت من مرحلة ما بعد داعش تأتي من كونه يمثل تمهيدا جيدا لتهيئة أرضية مناسبة وخلق أجواء ضرورية من التفاهم والتقارب المشترك لوجهات النظر وتكوين رؤية واضحة وواقعية مشتركة من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق إنجازات من شأنها أن تدفع بعجلة التطور والتنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحقيق المصالع المشتركة لقد كانت للتجربة الرائدة للمملكة الأردنية في شتى المجالات محط أنظار حكومة تقليم كردستان وأن العلاقات التاريخية المشتركة بين جلالة الملك الحسين بن طلال وبين الأب الروحي للشعب الكردي مصطفى البرزاني رحمه الله تعالى وامتداد وتعزيز تلك العلاقات بين جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس مسعود البرزاني والتقارب الكبير في مجالات التراث والثقافة المشتركة بين الشعبين الأردني والكردي كل ذلك كان كفيلا أن تكون العلاقات أكثر عمقا بين حكومة المملكة وحكومة تقليم كردستان كما جعل الثقة متبادلة أكثر ثباتا والاتصالات أوثق بين الجانبين ولا شك أن وقوف الأردن في صف المجتمع الدولي وإسهامها الفاعل في محاربة داعش ضمن إطار التحالف الدولي والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة كان له بالغ الأثر في كسب الاحترام الدولي والترسيخ علاقاتها مع دول الجوار سيما أقليم كردستان لذلك فإننا نعتز بتلك العلاقات وأهميتها بين الجانبين ونسعى جاهدين إلى تطويرها وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شتى المجالات لقد تخطت حكومة أقليم كردستان مرحلة صعبة وقاسية أثقلت كاهلها لفترة من الزمن فقد كان لنزوح الجماعي الذي اشتاح الأقليم حيث تدفق إليه حوالي مليون وثمانمائة ألف نازع ولاجع فضلا عن الأزمة المالية الحادة وتدني أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية لسكان الأقليم تزامنا مع خطر داعش الذي كان يهدد المنطقة بأسرها وتوتر العلاقات بين حكومة أقليم كردستان والحكومة الاتحادية السابقة الذي أدى إلى حصة الأقليم من الميزانية العامة الاتحادية كل ذلك كان له أثر كبير ومباشر على المشاريع وإبطاء عجلة التطور والتنمية في الأقليم لكننا وبحمد الله أولا ثم بفضل القيادة الحكيمة لدولة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني استطعنا الصمود أمام تلك العقبات والتحديات وتجاوزنا تلك المرحلة الحساسة من حياة شعبنا من خلال التحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية وتقديم التضحيات والتضافر الجهود المخلصة لأبناء شعبنا لنستأنف مسيرة التقدم والتطور والإعمار ودفع عجلة التنمية والتكامل في شتى المجالات وذلك من خلال التطبيع مع الحكومة الاتحادية وانتهاج سياسة اقتصادية جديدة والتركيز على البناء المؤسساتي في مجال الاستثمار إن تجربة المملكة الأردنية الرائدة في مجالات الاستثمار وكثير من المجالات الأخرى قد حضيت باهتمام وقبول كبيرين ولا شك أن هذا النجاح يعكس السياسة الحكيمة التي تدهجها قيادة المملكة في إدارة البلاد ممثلة بشخص جلالة الملك والإخوة في الحكومة الرشيدة للمملكة وهو ما يدفعنا إلى السائجات للاستفادة من هذه التجربة الناجحة من خلال توسيع عفاق التعاون والتنسيق المشترك الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة إن أحد مشارعنا الأساسية في هيئة استثمار إقليم كردستان هو إعداد الخارطة الاستثمارية لإقليم كردستان وتبني استراتيجية مدروسة ومحكمة في تطوير هذا المجال بشكل إيجابي ونوعي وتكاملي وإننا نطلع إلى التنسيق والتعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وإلى الشركات الأردنية العاملة في ضمن هذا المجال تحديدا إن قانون الاستثمار في إقليم كردستان يعتبر من القواني الصديقة للمستثمر إذ يتضمن الكثير من الانتيازات للمستثمرين حيث يتم التعامل مع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي على حد سواء من حيث يطاع حق التملك الأرض والعقار والمشروع بشكل كامل وجلب الأيدي العاملة من الخارج حسب حاجة المشروع دون فرض استخدام الأيدي العاملة المحلية فضلا عن الإحفاء القمركي والضريبي كما يحق للمستثمر تحويل الإرادات المالية في المشروع الاستثماري إلى أي دولة أخرى بصورة رسمية ولا شك أن هذا يفتح الآفاق واسعة أمام توفير الفرص الاستثمارية الآنية والمستقبلية وتوسيع حجم الاستثمار ونحن في هيئة استثمار أقليم كردستان نتطلع إلى التنسيق والتعاون مع المملكة في هذا المجال فضلا عن مواصلة الاستكشاف والبحث عن الاتجاهات والفرص ومراعاة القطاعات الناشئة التي من شأنها أن تساهم في رسم مستقبل الاقتصاد وتكوين رؤية شاملة للمستقبل من خلال دول الاستثمار في تحقيق عايدات إيجابية ومستدامة ترتكز عليها عملية التطوير والازدهار في مختلف القطاعات مما يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز التضامن والتنسيق والتعاون البناء لغرض دفع التنمية المشتركة بين الأطراف باعتبار ذلك أساساً مهماً من أسس توطيد العلاقات والتعانون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لترسيق قواعد المصالح المشتركة ولكم خالص الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة بايونير مجلس الأعمال العراقية مجلس الأعمال العراقية المؤتمر هو اسمه استثمر في المستقبل استثمر في كردستان العراق أقمنا حتى نجيب مشاريع لإقليم كردستان العراق لأنه إحنا جمعيتنا جمعية الصداقة الأردنية الكردستانية هي متخصصة بكل ما ممكن يفيد الأردن وإقليم كردستان العراق إحنا أنا شايفيها تشوية خجولة وإحنا حابين نكون إنا الدور إنه نخليها تصير أكتر وأكبر حاليا إنه هي إنه نحكي إنها متوسطة بس منطمح إنها تكون أكتر خصوصا إنه علاقتنا إحنا قوية جدا مع الإقليم والشعوب كتير متقاربة فإنه ضروري يكون فيه أكتر كمان إحنا هاي المؤتمرات أنشأنا حتى نفتح قنوات ونعمد جسور أكبر لأنه يصير هذا التعاون في عنا نشاطات رهيبة راح تكون يعني هاي مميزة وأول مرة بعلن عنها اللي هي راح نعمل سلسلة برامج بثائقية عن إقليم كردستان عن شخصية ما راح أحكيها وعننا عن السياحة في إقليم كردستان من عدة مناطق سليمانية ودهوك وأربيل إن شاء الله راح يكون للإنسان حضوره للمكان والتراز مرحبا معاكم بانا الصعوب إحدى ناشطات الجامعية الأردنية الكردستانية جامعية الصداق الأردنية الكردستانية هي إحدى جامعيات المنظمات التوطيط العلاقات بين الأردن وبين كردستان وهي بتساعد على توطيط آخي والعلاقات خاصة علاقات الاستثمار في كردستان وإحنا هلا بمؤتمر جدا مهم مؤتمر اللي هو بيعمل بيساعد على توطيط الاستثمار في كردستان وإنه كيف الاستثمار في كردستان هو عبارة عن استثمار للمستقبل لإنه معروف الكردستان هي من أكتر المناطق اللي فيها استثمار وفيها نشاط استثمار كتير كبير حضرتك زورتي أكيد أقليم كردستان شو رأيك بأقليم كردستان؟ طبعا زورتها أكيد زورتها مع العيلة وجدا جميلة وكتير حلوة وإن شعبها طيب وكتير ناس منها مرحبا اسمي زينب من شركة مزايا مشتركة هنا بمعرض استثمار في المستقبل هلا إحنا من شركة مزايا عم نعرض منتجات جديدة مطلعتها مزايا اللي هو معسل بنكات جديدة عم نعرضها بالمعرض كيف شفتي حجم الاستثمار تبعكو بإقليم كردستان وبتلاحظي إقبال للمواطنين على معسل مزايا بإقليم كردستان وبتطمحي أنه يزيد الاستثمار؟ أكيد إن شاء الله هلا فيه كثير إقبال من المواطنين الموجدين بكردستان على معسل مزايا بشكل كتير كبير ومبسوطين إحنا من هذا الإشي طبعا كتير وعن نطبح أنه يكون أكتر استثمارات إن شاء الله في المستقبل بكردستان إيفاء الشيخ لمسؤولة العلاقات في الجمعية الأردنية الكردستانية طبعا المؤتمر كان إلى تهية منذ فترة والحقيقة بالآون الأخير من السنين صار توجه إلى أقليم كردستان بالكفاءات والاستثمار الذي يكون هناك بالأقليم لذلك صار التعاون ما بين الأقليم والوفود الذي قامت تروح وإحنا طبعا هذه مولي أول مرة سبق زيارات إلى الأقليم وكانت هناك أيضا وفود طب يروح حتى نخلي نحسس أن الأمة العربية وبالنسبة إلى الأقليم يعني القرب وحالة التفاعل وحالة التعاون وحالة الاستثمار وبالأخص الآن الأقليم بصراحة يعني أشكر قناتكم لكون صارت فرصة أن نتحدث الأقليم الآن بدأ يخطو خطوات جدا راقية جدا رائعة يعني المستثمرين الآن بالوطن العربي أول ما يكون توجه لهم يكون توجه إلى الأقليم يعني حتى من نتحدث الآن الأستاذ أول شيء تسهيلات ماكو صعوبة بلد من فتح أقليم من فتح شعب طيب ماكو عراقي حالة يعني المسألة المهمة وهي استثباب الأمن في الأقليم لذلك داي حفز المستثمرين للذهاب إلى الأقليم وإحنا داي صير التعاون الآن يعني بصراحة يعني هذه الخطوات يعني قبلها كانت خطوات من خلال جلالة الملك الله يحفظه أنه بالتقارب والتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع أقليم كردستان لتطوير العلاقات بعد أكثر وأعمق ضمن الاستثمار وضمن الوضع الاقتصادي وضمن الزراعة لأن الأقليم كردستان زاخر بكل شيء يعني من أهل إلى الأرض إلى العمل إلى الجهد كله موجود إذن يبقى بس الإنسان اللي يروح يستثمر واللي يروح يطور هناك ويعمل يعني إحنا آني كعراقية عربية أتمنى أنه أجيد اللغة الكردية ليش؟ لأن إحنا يعني ماكو فوارق ببيناتنا يعني اللغة الكردية على العين وعلى الراس اللغة العربية على العين وعلى الراس لذلك آني أشكركم باللغة العربية يعني هذه خطوة راقية جداً وهذه راح تتخلي اللحمة العراقية واللحمة العربية تتكاتف وتتلاحب لذلك الآن إحنا نشوف بالعراق وإنت حضرتك يمكن عارف إحنا كثير من الجنوب راحوا إلى الإقليم ليش؟ لأن شافوا بحضن دافي شافوا أرض مفتوحة إلهم شافوا قيادة فاتحة أبوابها إلهم وشافوا ماكو فرق اللغة الكردية واللغة العربية هي لغة القرآن هي اللغة يعني أي فوارق أي فوارق ماكو لذلك أتوجه وأنا أشكركم يعني أنت ما شاء الله تجيد اللغة العربية يعني بشكل طلاق ذا أنتو وكل القناة فبالعكس يعني أنا أشكركم جداً يعني مرحبا اسمي ملاكة عقيلي صاحبة شركة القمح الذهبي لتجارة الحبوب اليوم أنا بالمؤتمر أجيت كمستثمر وأبحث عن فرص استثمارية جديدة بقطعات مختلفة وعم بستنى أشوف إيش هاي الفرص هنا بأول يوم وإن شاء الله خير إن شاء الله أولاً هاي الأول إشي هي بتكون نوع من التشبيك وبتتعرف على هذا السوق هاي إتاحة المجالات زي هيك حوارات زي هيك مجالات مفتوحة إنه بتلتقي فيها مع الشخص اللي ممكن يكون سواء كجهة حكومية أو قطع خاص كله بيسهل لما تدخل البلد أو بدك تستثمر ببلد لأول مرة فطبعاً كتير مهمة وإن دائماً بشجع على هاي اللقاءات خاصة كأقليم زي أقليم كردستان كمستثمر أردنية شو اللي بهمك حتى تكون استثماراتك ناجحة شو المعوقات وشو الإيجابيات اللي بتساعد على نجاح الاستثمار هلا المعوقات في كل مكان في منها إجراءات حكومية في منها الوضع العالمي الاقتصادي العام كلها أشياء بتأثر سواء بالأردن أو بأي مكان مش بس بإقليم كردستان بس حتى إحنا جايين اليوم نسمع إيش الفرص اللي عندهم إيش الإيجابيات سواء الأشياء اللي عم تشغلها لها حتى قطاعات سياسية تطرقوا للجانب الاجتماعي يعني فيه تفاؤل فيه نظرة تفاؤلية دائما متفائلة يعني حضرتك زورت إقليم كردستان ولا لا؟ عشان هيك إحنا جايين عشان نشوف مين رح نزور ونبدأ بتشبيك هالعقات ونبديها إن شاء الله أهلا وسهلا أهلا فيك شكرا 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 ما باليوم ومقول لك أنا ما بحق أموالي بمكان ممكن أعلى بثلاثين سنة وثلاثين سنة إدارة المشابة هل أستطيع أن تحضر معي المدير وتحميل جزء من رواتين أو كل رواتين إلى مدهم يجب أن نجيب بالنعم الناخذة الاستثمارية عمالية جدا مهمة وأنا شفت القانون الكردستاني في مدهم موسيقى 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 شو رأيك بفكرة هيك مؤتمرات؟ احنا بحاجة لهاي المؤتمرات عشان نقوي الاستثمار في كردستان انا اسمي قوفار محمد حما شريب مهندسة في هيئة الاستثمار في دائرة الترويج والتقييم واجازة المشاريع تجربة كانت كلاش حلوة وكان في تقرب بين جهتين الحكومة اقليم الكردستان ومملكة الهاشمية الاردنية والحمد لله اكو تقبل مشاريع الاستثمارية في كردستان ودولة الهاشمية الاردنية مهتمة باستثمار في اقليم الكردستان اقليم الكردستان في عند مناخ مناخ سياسي آمن يقدر اي مستثمر يقدر اشتغل بي كردستان زور سباسي تلفزيون اكتاناكين اما وفتي خومان كلا حرمي كردستان وحاتوين ما ويدو روجليرين ببجداري لمو كوربندا كلا سر عبوري وبرهنانا هذا هو داري مببئة معين الزيقبون وكردني كاري باش با كردستان لرقى وبرهنانا اردني وبرهنانا كوردستاني اجلا دولة الاردنية وحاسمية كيشافات الهاشمية الاسمية الهاشمية الهدوية مرحبا أنا المهندس دلوفان النحشبندي من المكتب الخاص لرئيسة الاستثمار الدكتور النوري شاركنا كوفة حكومي لمدة يومين في عمان في مؤتمر نظمته جمعية الصداقة الأردنية الكردستانية لعمل شراكة حقيقية من ناحية الاستثمار بين دولة المملكة الأردنية الهاشمية وأخرين كردستان العراق طبعا كانت مشاركة فعالة شخصيات بارزو شاركوا في المؤتمر من ناحيتين من أقليم كردستان العراق ومن المملكة الأردنية الهاشمية مع مشاركة مجموعة من المستثمرين من كل طرفين إن شاء الله تكون في توصيات وفي اقترحات زيناء ونسائج إيجابية كل زيناء إن شاء الله شاركنا في المؤتمر الذي عقدته جمعية الصداقة العراق الكردستانية الأردنية بالتعاون مع حكومة أقليم كردستان ورعاية الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية هذا المؤتمر الذي بدأ يوم الأثنين وفي العاصمة الأردنية تحدث في جلساته خبراء في الاستثمار في قوانين الاستثمار سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو في إقليم كردستان تحدث عن آفاق التطور ما بين الإقليم وما بين المملكة الأردنية الهاشمية خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاستثماري في هذا المؤتمر تحدث أيضا معالي الوزير الدكتور نوري عثمان سنجاري حول آفاق التطور ما بين تطور العلاقات السياسية والتجارية لكنه ركز على جانب بأن الإقليم الآن بأمس الحاجة إلى استثمارات وخاصة مع الأردن الذي كمملكة يتشابه كثيرا مع الإقليم سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الصناعية والزراعية وهناك مجالات واسعة وأفاق رحبة لمثل هذا التعاون الدكتور أفيان الجاف مدير عام التخطيط في وزارة الصحة في إقليم كردستان الشكر موصول جمعية الصداقة الأردنية الكردستانية لقيامها بالتحضير لهذه اللقاءات الهامة بين الطرفين الطرف الأردني وطرف الوفد الرسمي لإقليم كردستان برئاسة السيد الوزير رئيس هيئة الاستثمار الدكتور نوري عثمان الحقيقة كان النقاش جدا مفيد وحاجة الإقليم لمستثمرين أردنيين في مجالات معينة فيما يخص الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والصحة ومجالات أخرى أيضا تم المناقشة عليها وتم تعريف بعض القوانين القوانين التي تمنح التي هي من طرف فائدة المستثمر ولتحفيزه على القدوم لإقليم كردستان من أجل الاستثمار في هذه المجالات الحقيقة في رأيي أن هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات ضرورية ولكن الضروري أكثر أن مجيء جانب الأردني والمستثمرين الأردنيين إلى إقليم كردستان تعرف أنه إذا يشوفون واقع الحال يكون أفضل لهم ويشوفون الواقع الأمني ومباشرة يتكلمون مع المعنيين والأصحاب رؤساء الأموال والمستثمرين الآخرين في إقليم كردستان يكون أفضل الشكر طبعا للقناة زاقروس ومن الضروري أنه أكثر القنوات الرسمية في إقليم كردستان أنه يكون عندها قناة باللغة العربية تعرف إحنا إقليم كردي كردستاني في منطقة محيطة بالعرب وبدول عربية وفي باقي أجزاء العراق لكي يتعرفوا على ما يحدث في إقليم كردستان على التطورات حتى على المشاكل وعلى ما يحدث داخل الإقليم والأفكار التي توصل للشعب الكردستاني توصل أيضا للشعب اللغة الرسمية هي اللغة العربية فأحسنتم في اختيار اللغة العربية لقناة زاقروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر